المدينة المنورة دخلت المسجد النبوي الحلم حققته كان طيري ودني حياتي كلها الرحلة هذه كانت عندي في الدم منذ الصغار فانا كنت دراجي منذ سنوات كثيرة هي روا كنت دراجي في المطر الصغار ماشي الكبار هاد الهيوية الخراع كل حاجة عندها السبب فالسبب ديال هاد الرحلة اللي درت هاد المرة هو رحلات كانوا جاءوا من قبل كانت فيهم افريقيا كانت فيهم روسيا كانت فيهم كلهم ولكن هاد الرحلة كانت ميزة لانه تميز لها هو زيارة المقدسة الرحلة الثانية درت سبانيا فرانسا ايطاليا سلوفينيا كرواتيا سيربيا مقدونيا اليونان اليونان لقيت هاداك البلاصة اللي هي لابريو المدينة اللي كتأدي الى فلسطين الى مدينة حيفا فلما مشيت دخلت واللي سهلات سهلات علي الأمور ما بقيش جاتك وما بقيش مشيت من القناة الساويس ولا دونك من تمع دخلت الى القدس وهنا في المرة التانية واللي التاني شوك ماشي بالرؤية الأولانية هنا تبدأت لي الرؤية هنا ولات رؤية أخرى شكل أخر لأنها هو الأغلاط متانا اللي درت المرة الأولانية ما بقيش عاود درته تلاقيت بناس اسميته تجنبت الأخطاء اللي درت المرة لي ومن تمع تمع إلى إيلات ومن إيلات إلى العقبة ومن العقبة إلى السعودية السفار هو رمزه الرمز دي له هو السلام فأنا كان نقول بأنه الدراجة النارية اللي كان أخذ هي بنفسها وسيلة ديال تعارف ووسيلة ديال 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 التواصل أولا بالدراجة النارية حاولت نعرف تقريبا على ما يزيد من خمسين يعني آآ جروب ديال ديموتار في العالم فالآن أنا كان نترسل معهم عندي الإخواني في السعودية تقريبا على ما يزيد من تقريبا واحد خمسة دياللي جروب وكل جروب فيهم أعداد آآ في السلطنة عمان وهم مشكورين وهنا تنقف هذه النقطة ديال ديال سلطنة عمان لأنه اتلقت مع السفير وعلما على أنه السفير آآ جزا الله بخير حسيس أنه طارق السفير جلالة الملك في آآ في مسقه فهو آآ قبل ما يكون سفير ومطار طا هو عنده نفس الدراجة النارية ديالي فاتي شاركني هاد فاتلقت معاه ومشي حسيت به على أنه مطار في مطاره كتر من ذلك آآ الناس تي لما تيمشيوا للسعودية تيحرموك والإحرام تيكون في الطائرة تيكون في السيارة تتلبس الإحرام كتركب في الدراجة فهنا الإحرام أنا عندي الدراجة النارية فركبت في الدراجة النارية ديالي عقبوا لي ما ديرش الكاسك الكاسك لأنه مخيط والمسافة اللي قتعت ما شي مسافة حقها هي ما ديرش الكاسك وقايا وما يمكن يجي نفدي عليه وما يمكن يجي نخسر العمرة ديالي فأنا أمشيت تحت الوقايا وعلم على أنني محترف وكان سوق الدراجة منذ زمان طويل وما شي شي واحد اللي غادي يوقع عليه يعني يعني قليل باش يمكن يوقع شي حاجة لي لابربابيليتي باش يمكن توقع شي حاجة قلي فأجيت وحرمت بالموتور ديالي ووريت بإنه رأي يحرم يمكن يكون بالدراجة النارية ما كيش لمخيط أي بالنصة مشيت لها كان يكون عندي تكريم فأتكرم تقريبا على ما يزيد من واحد العشرين زيادة العشرين واحد اللي يعني يعطوني تكريم كاي اللي يعطاني كتاب كاي اللي يعطاني ميضاي كاي اللي يعطاني أكثر من هذا هو كان عندي اللقاء ديال محمود عباس اللي هو رئيس فلسطين والإخوة اللي كلهم استقبلوني في رام الله وحاك خاك كان عندي شرفني بواحد اللقاء كان جيد ومتمير وكان كان استفيد ديال جنالة الملك حضار وكان استفيد ديال فلسطين حضار مشكورين وكرمني وعطاني الجواز الفلسطيني فأنا الآن كان ملك الجواز الفلسطيني بالنسبة لي الجواز الجواز البغريبي فوقراسي ولكن دا تسمى غير تكريم فالجواز الفلسطيني حق قانلته وهذا شرف لي وشرف للإخوان كان محمود بس كان فرحان بزاف بهذا اللقاء هذا وقلت لي بإننا غادي نجيب مع وعدته على أنه غادي نجيب معايا وناس اللي غادي يجيوا وغادي الرمزه يعني ناس واحد مسلم واحد يهودي واحد مسيحي وغادي نجيوا بتلاتة بتلاتة ديال المطر وهزين الرأي ديال السلام لأنه بهدش كله هو احنا الرأي ديتنا هي السلام يكون يهودي ولا يكون مسلم ولا يكون مسيحي السلام ثم السلام ثم السلام ثم السلام